أهلا بكم من جديد ضمن المبادرات الخلاقة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه تطوع عدد من طلاب وايل كورنل للطب في قطر بادروا بتسجيل عدد من الإصدارات والكتب التي تهتم بشعر العربي والعالمي وهذا في موقع إلكتروني خاص يساعد ضعاف البصر على السمع والاستمتاع بشجرة الشعر الوارفة الضلال للحديث أكثر مشاهدين عن هذه المبادرة نستضيفه في الأستوديو الطالبة في برنامج مقبل الطب بجامعة وايل كورنل مريم عربي مرحبا بك شكرا لإستضافتكم قبل الحديث عن هذه المبادرة بشيء من التفصيل لماذا الشعر تحديدا؟ أولا شكرا كثير لإستضافتكم سعيدة جدا بوجودي معكم نحن أسعد نحن بدأنا بمنطلق الشعر ولكن مشروعنا ما ركز فقط على الشعر بل وسعنا أكثر حتى القصص القصيرة مشروعنا كان باختصار التسجيل لمقاطع صوتية قصص وقصائد لحتى نمكن المكفوفين من الوصول والسماع إلى هذه القصص والقصائد فنحن دخلنا من منطلق الشعر لأنه لاحظنا أنه في علاقة ما بين الشعر والطب يعني الطبيب مثله مثل الشعر يعني يتفقد مشاعر آخرين ومعاناتهم ويصف معاناتهم وبالتاريخ بنعرف أنه في كثير من الأطباء كانوا شعراء متميزين وكثير من الشعراء كانوا أطباء مميزين وحتى بقطر حاليا في كثير من الكبار الأطباء هم شعراء فنحن حبينا أن نستثمر هذه العلاقة ما بين الطب والشعر ونساعد المجتمع جميل فعلا مسؤولية وجانب إنساني كبير لكل من اشترك في هذه المبادرة لو تحدثين عنها بالتفصيل أكثر مشروعنا هو كان عبارة عن تسجيل لمقاطع صوتية قصائد وقصص قديمة وبهذا المشروع قام طلاب من جامعتنا من جامعة كورينال بتسجيل مقاطع لقصائد وقصص صوتية للمساهمة في موقع اسمه ليبرفوكس ليبرفوكس هي منظمة يالفكرة جميلة ولكن يشدنا الشغف لمعرفة الفكرة كيف انبثقت يعني بداية الفكرة هي نشأت الفكرة عام 2019 في ندود كتابة بين طلاب أول سنة ما قبل الطب وهذا كان تحت إشراف دكتور آلان ويبر أستاذ لغة إنجليزية في جامعة كورينال وبهذه الندودة نحن تحدثنا عن العلاقة ما بين الطب والشعر ولاحظنا أنه ممكن يعني أي واحد فينا مثلا يفتح كتاب مطبوع أو جواله ويقرأ أي قصيدة أو قصة يريد قراءتها ولكن يعني خطر ببالنا الصعوبات اللي ممكن يواجهوها مثلا المكفوفين للوصول إلى هذه القصائد والقصص فنحن حبينا أنه نسجل هذه المقاطع الصوتية لحتى نمكن المكفوفين من الوصول والاستمتاع بهذه القصائد مثل أي فرد من أفراد المجتمع وكل فكرة طبعا طموحة تحتاج إلى دعم حديثينا عن الدعم الذي تلقيتمه في هذا الصدد لإنجاح هذا المشروع الطموح هو طبعا جامعتنا جامعة ويل كورينال نحن بدأنا هذه الفكرة من جامعتنا وكان بالتعاون مع جامعات كثيرة منها جامعة نورث وسترن بقطر اللي فتحت أبوابها لاستخدام استوديوهاتها التقنية لحتى نسجل هذه المقاطع الصوتية وأيضا كان بالدعم من غرفة الصوت والصورة في مكتبة قطر الوطنية فالحمد لله تلقينا دعم كبير من مؤسسات كبيرة وأظن أن هذا سبب التوفيق هذا المشروع وكيف يتم اختيار الطلبة الذين يسجلون هذه الصوتيات؟ هو الفكرة بدأت بين طلاب أول سنة قبل الطب ونحن بدأنا بتقريبا 15 طالب وحاليا نحن على أمل أن نكبر هذا المشروع فأي شخص حابب أنه يساهم بهذا المشروع ويفيد المجتمع ممكن أنه يثابر يعني هذا يعنينا بالدرجة الأولى أنا وأنت أماني سوف ننضم المتابع الكريم برنامج ضفاف يتساءل هل الموقع سهل الاستخدام؟ ضعينا في الصورة أكيد هو سهل جدا استخدامه هو أصلا مشروعنا هو جزء من مبادرة عالمية والموقع هو أصلا موقع عالمي اسمه LibriVox وهي أصلا الموقع يعني نظم من قبل المتطوعين هو خصيصا للمكفوفين فممكن لأي شخص مثلا يبحث على اسم قصيدة أو خصة يريد الاستماع عليها وبكل سهلة ممكن يحصل عليها وحتى هذه التسجيلات الصوتية موجودة على مواقع كبيرة مثل مثلا اليوتيوب فجدا سهل الاستخدامه وجدا سهل الوصول إلى هذه المقاطع الصوتية هل بدأتم تسجيل إقبال عليه؟ نعم نحن بدأنا بعام 2019 تسجيل هذه المقاطع الصوتية هو طبعا للأسف بسبب جائحة كورونا اضطرنا أن نوقف شوي ولكن نحن على أمل أن نعيد إحياء هذا المشروع ونكبر المشروع هو الحمد لله حتى الآن حصلنا على المئات من المشاهدات ونحن على أمل أن نفيد المجتمع أكثر ونوصل لأفراد من المجتمع أكثر الأكيد أن هذا المشروع هو حلقة أو لبنامتينة في سلسلات نجاحاتكم هل تمت مشاريع مستقبلية؟ نعم توسيع هذا المشروع ربما؟ إن شاء الله نحن هلأ عم نعيد إحياء هذا المشروع وإن شاء الله نحن حابين أن يكون فيه طلاب أكثر يساهموا بهذا المشروع وأيضا حابين أن نسجل كتب وقصائد باللغة العربية أكثر لهذه المواقع العالمية وحتى نحن على أمل أنه ما يعني إن شاء الله من وقف فقط عند التسجيلات الصوتية بل نقوم حتى بقراءة هذه القصاد والقصص وجه لواجه مثلا في مكتبة قطر الوطنية فهو الهدف أن نحن نفيد المجتمع ونمكن الجميع من الانستمتاع بهذا المشروع فكيف على أي أساس سوف تختارون هذه الكتب هل ستقسمونها على فئات عمورية ربما؟ نحن نختار كل طالب هو اختار القصص أو الكتب التي أراد قراءتها ونحن حد الآن وصلنا لأكثر من عشر مجموعات من القصائد والقصص وهذه بلغات عديدة يعني نحن مثلا عندنا باللغة العربية والإنجليزية والأردية والفرنسية وكل اللغات كل مجموعة مختصة في لغة ما؟ نعم هو بالضبط فيه كل طالب هو حاول قراءة قصة أو قصيدة بلغته الأم وحتى المجموعات هي كانت مجموعات من القصص والقصائد مثلا الطبية والكلاسيكية والسردية وغيرها فنحن على أمل حتى يكون عندنا تشكيل أكبر من هذه القصائد والقصص في البوقع بالولوج إلى الموقع هاته التبويبات أو التقسيمات على أي أساس؟ يعني حتى يسهل الولوج لمتصفح هذا الموقع؟ هو ممكن لأي شخص يبحث على مثلا لو بده قصائد كلاسيكية أو طبية أو هاي يجد هذه التفريعات؟ نعم وحتى ممكن يكتب اسم قصيدة مثلا هو حابب يسمعها وكل سهولة ممكن يحصل على هذه التشجيلات الصوتية وبكل سهولة وصلت الفكرة للمشاهدين والمشاهدات شكرا جزيلا لك سيدة الفاضلة مريم عرابي طالبة مرحلتنا قبل الطب بجامعة ويل كورنل شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ونتمنى لك مشوار موفقا ولفريق هذه المبادرة شكرا لك على قول